منظمة الصحة العالمية لا تزال تعمل على تحديد أصول وباء كوفيد-19 بعد أن زعم تقرير من الولايات المتحدة أن سبب الوباء هو تسرب مختبر صيني المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس أدهانوم قال في هذا السياق لقد كتبت إلى قادة صينيين رفيع المستوى وتحدثت معهم في مناسبات متعددة مؤخرا قبل أسابيع قليل فقط وحتى ذلك الحين تظل جميع الفرضيات المتعلقة بأصل الفيروس مطروحة على الطاولة صحيفة وولستريت جورنل ذكرت الأحد الماضي أن وزارة الطاقة الأمريكية خلصت إلى أن الوباء قد نشأ من تسرب معمل صيني وهو تقييم تنفيه بكين حيث قالت الصحيفة نقلا عن أشخاص قرأوا التقرير الاستخباراتي إن وزارة الطاقة الأمريكية أصدرت حكمها بثقة منخفضة في تقرير استخباراتي سري قدم مؤخرا إلى البيت الأبيض وأعضاء بارزين في الكونغرس الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية ماريا فانكيركوف حتت البلدان والمؤسسات والمجموعات البحثية التي قد يكون لديها أي معلومات عن أصول الوباء على مشاركتها مع المجتمع الدولي وأضفت إنه من الضروري دراسة فيروسات كورونا المنتشرة في الحيوانات وكيفية اتصال الناس بها ترجمة نانسي قنقر